السيدات والسادة لما كانت القضية الفلسطينية قد فرضت نفسها على مسار الأحداث كان لموقف القيادة السياسية تأثير مباشر على حركة الشارع واستشعر المواطن أهمية القيادة الحكيمة المدركة للأبعاد الدولية والتاريخية لذا وجدنا اصطفافا كاملا خلف هذه القيادة تأييدا لهذا الموقف الوطني المشرف وعندما تصعدت الأحداث أكثر قامت الحملة الرسمية بتعليق أنشطتها وفاعلياتها لمدة أسبوع كما رفعنا العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة للتعبير عن تضامننا الكامل مع أشقائنا في فلسطين وشاركنا في حملات التبرع للدم التي دعا لها التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي وكما شاركنا أيضا في الوقفات الاحتجاجية ومسيرات الدعم التي انطلقت معربة عن رفضها لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية وكما سبق وأشرت لحضراتكم فقد استقبلنا أيضا السفير الفلسطيني في هذا المقر ونؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا وبالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية لا يوجد فيها لأي مزايدات هذه القضية ترتكز ثوابتنا على الركائز الأتي رفض تصفية القضية الفلسطينية رفض استهداف المدنيين وترويعهم رفض العقاب الجماعي والحصار والتضييق الأمني رفض التهجير القصري للفلسطينيين وبشكل قاطع وخاص على أرض سيناء نرفض الدخول المشروط والشحيح للمساعدات عبر معبر رفح وأنه لا حل لهذه القضية إلا السلام العادل القائم على حل الدولتين هذه هي رؤية مرشحنا التي عبر عنها بكل وضوح وفي وقت مبكر وبمنتهى الحزب وبحوارات معلنة في الهواء وليس في الغرف المغلق ومنذ اللحظات الأولى ظهر الموقف المصري في إجراءات اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإدانة القصف المتعمد على مستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي أصفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين ثم جاءت قمة القاهرة للسلام والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور دولي لافت لعدد كبير من الدول تتويجا لمجموعة من الجهود الصادقة من قبل الدولة المصرية وقيادتها السياسية كما عقد الرئيس العديد من المباحثات الثنائية الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية ولا يزال